السلام عليكم ازيكو يا اصحابي عاملين ايه ما تنسوش تشتركو في القناة وتعملوا لايك وشير عشان يوصلكو كل جديد حدودت النهاردة اسمها الكلب الضعيف مع القرد ميمون والصيادين ونبدأ كلامنا ونقول كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه زمان كلب ضعيف ومريض على أطراف الغابة وما كانش ليه أسرة لا أب ولا أم ولا أولاد ولا حتى أصحاب وكانت الحيوانات بتبصلوا باستهتار لأن هم شايفين أنه ما فيش فايدة من صحبته ولا هينتفق من صدقته وفي مرة تقابل القرد مع الخرتيت والخرتيت يا أصحابي اسمه برضو وحيد القرن لأنه عنده قرن واحد المهم بقى يا أصحابي لما تقابل القرد ميمون والخرتيت قدام بيت الكلب الضعيف القرد قال للخرتيت إيه اللي جابك أطراف الغابة؟ كنت بمارس بعض الرياضة وحبيت أستنشق هواء نقي في المنطقة الهادية الحلوة دي فكرة جميلة جدا وسمع الكلب يا أصحابي صوت القرد ميمون والخرتيت وهم بيتكلموا وخرج عشان يشوفهم فرما شافوا القرد ميمون قال له مرحبا بصدقنا العزيز فرح الكلب جدا وقال مرحبا بك يا ميمون يا صاحبي يا طيب لكن الخرتيت ما عطاش للكلب أي اهتمام بل إنه سأل القرد وقال له ليه بتهتم بالكلب المريض والضعيف ده يا خرتيت دجرنا وساكن معانا في الغابة ده كلب ضعيف ومفيش منه فايدة حسن الجوار أمر طيب وممكن تحتاج له في يوم من الأيام لازم نحسن لجراننا يا خرتيت ضحك الخرتيت بشدة وقال وهو بيضحك أنا أحتاج للكلب الضعيف ده انت جرى العقلك الزكي إيه يا ميمون رد ميمون وقال له على كل حال ما حدش عارف إيه اللي هيحصل في المستقبل ورجع الخرتيت بغرور وهو ماشي في الغابة قابله الزكب قال الخرتيت استنى عندك يا بيء تحب أقولك حاجة ضحكك الزكب قال له قول اللي عندك يا خرتيت قال الخرتيت وهو معجب بنفسه هل تتوقع أني أنا الخرتيت القوي ممكن في يوم الأيام أحتاج لمساعدة الكلب الضعيف اللي ساكن في أطراف الغابة ضحك الزكب وقال له أنت تحتاج للكلب الهزيل الضعيف ده ما ظنش أبدا يا صاحبي ونصرف الخرتيت وكل ما يقابل حيوان يحكيله حكايته مع الأرد ميمون والكلب الضعيف والكل يضحك باستهزاء على الكلب وفي ليلى من ذات الليالي يا أصحابي صح الكلب على صوت سيارة على أطراف الغابة وسمع الصيادين بيتكلموا مع بعض قال واحد منهم هتستاضوا إيه النهاردة؟ احنا عايزين أي نوع من الحيوانات ما عندناش وقت ولا مكان إلا نقل حيوان أو اثنين وبعد كده نبقى نيجي في يوم تاني الأفضل إننا نصطاد خرتيت لإن تمانه مرتفع لإنه نادر ومش موجود منه كتير ولو كان عندنا وقت زيادة نصطاد قرد نبقى نصطاد قرد لإنه مطلوب بشدة في الحضائق وفي السرك لما سمع الكلب كلامهم ده قال في نفسه لازم أعرف جرين الحيوانات بموضوع الصيادين دول ولكن الوقت ما حدود جدا إما أروح للإرد أو الخرتيت خرج الكلب من بيته ولقى الصيادين بيتحركوا في اتجاه بيوت الحيوانات فجيلي بسرعة نحية بيت صديقه الإرد ميمون وصحام النومه ومشه اتنين بعيد ولما جي الصياد المكلف بأخذ الإرد ميمون ما لقهوش أما الخرتيت فكان نايم في سابع نومة ومش حاسس بحاجة ولما صحي لقى نفسه في شباك الصيادين اللي شلوه في عربيتهم وهو حزين ومنكسر وفي الصباح استيقظت الحيوانات يا أصحابي على قبر صيد الخرتيت وسألوا بعض إيه اللي حصل؟ قالت الغزالة الصيادين هجموا مبارح الغابة كانوا عايزين إيه يعني؟ كانوا عايزين خرتيت وإرد واستعدوا الخرتيت لكن إيه اللي منعهم إن هما يصيدوا الإرد؟ الكلب عرفوا ونبهوا بسرعة قبل ما الصيادين يجوا بلحظات ولما عرف الحيوانات كده يا أصحابي اللي عملوا الكلب اتوجهت لبيت الكلب وطلبوا صدقته ووده قال لهم الإرد ميمون أنا مش قلت لكم ما تسنينوش بحد ضعيف لأنه ممكن يجيلكم منه فائدة من غير ما تعرفوا ونتعلم يا أصحابي إن إحنا ما نرفضش صدقة حد ضعيف أو نقلل من مكانته لأن كل إنسان وكل مخلوق ممكن يعمل شيء مهم مهما كان ضعيف وما يصحش يا أصحابي نقلل مكانته قدام أي حد عشان هو فقير أو ضعيف وبرضي أصحابي إن إحنا ما نصحفش حد عشان لنا مصلحة عنده أو محتاجينه في حاجة لكن صاحبه عشان أخلاق الطيبة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا المرء على ديني خليله فلينظر أحدكم من يخالي وبكده يا أصحابي تكون خلصة الحدوتة بتاعت النهاردة وأشوفكم على خير في حدوتة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر